وزير الخارجية الامريكي جون كاري خلال زيارته للقاهرة ندعو الاستقرار في مصر والرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية ويطالبه باجراءات راضعة لكل من يفطئ في حق المواطنين 24 يوما من الجدل الساخن تحت قبة البرلمان تنتهي بمنح الثقة للحكومة ب433 صوتا مقابل 38 صوتا رافضا وخمسة ممتنعين ورئيس الوزراء يتعهد للنواب ننظر لتوصياتكم باعتبارها تكليفات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسأكم ورد فل ياسمين أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2016 من الميلاد النهاردة الدنيا أهدى كتير الحمد لله واعتقد انه كتير من العقبات اللي احنا بنواجهها مع تعامل عاقل لها بنستطيع ان احنا نتجاوزها بشيء من اليسر والسؤولة النهاردة اسمحوا لي المقدمة هتبقى سريعة شوية عشان عندنا حوارين النهاردة في الحياة اليوم والحوارين مهمين الحوار الاول اللي حيبه بعد المقدمة مباشرة هو حوار اشبه بي المناظرة انتوا عارفين زي ما قلت الحراكم في المقدمة ان مجلس النواب النهاردة خلاص اعطى ثقته ودعمه للحكومة ولبرنامجها ب433 صوت يعني باغلبية كبيرة في مقابل 38 صوت رفضوا برنامج الحكومة ومع ذلك مش مهم بالنسبة لنا انه البرنامج مر او الحكومة عدت ومكملة احنا اللي همنا هو اللي قالقى قالقى لي واللي قالقى قالقى لي وانا في رأيي المتواضع ان الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل عليها انها بعد ما خدت الثقة مش ترايح ما وتقول خلاص كده عدينا والدنيا بقت سهلة ومكملين لا عليها انها تستمع لكل وجهات النظر والاسانيد اللي تبنها اصحاب المواقف الرافضة لبرنامج الحكومة يقولوا لا ليه والحكومة تسمع وتكمل باللاقات دي البرنامج عشان يبقى البرنامج متكامل ويحصل على ما يشبه اجماع النواب اللي بيمثلوا اجماع الشعب المصري في رأيي الحكومة العاقلة الرشيدة هي اللي تعمل كده مش اللي تقول بقى ايه اللي قاله لا ادو المغردين وعمل او خوانة ومش عارف ايما نجدعو بيه احنا خلينا مع الربعمية وشوية اللي قاله اه مفيش كده هذه حكومة كل المصريين وياجب ان تستمع لاراء كل المصريين مش كده معانا النائب خالد يوسف المخرج والفنان ومعانا النائبة مارجرة عازر والنائبة مارجرة عازر قالت اه والنائب خالد يوسف قال لا ما بين او لا اه عزاقلك صباحك الله رحمه محترى والله بس في النهاية هنسمع الاسانيد والمواقف عشان الحكومة تعرف ايه اللي ناقصها وايه اللي كويس وبردمجها وايه اللي سلبي واحتاج الى اكمال الفقرة التانية اللي هو رفعة امصان وهنتكلم عن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اللي تم تقديمه للبرلمان علشان نتكلم عن الانتخابات الاهم من وجهة نظري في تاريخ مصر القادمة وهي المحليات اللي فيها بقى كل البلاوي كل الفساد وكل السموم وكل 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 بس لما يجي وقتها ان شاء الله طيب بسرعة حقول لحضراتكم ان النهاردة وده شيء حميد الحقيقة يجب ان احنا نشكر الرئيس عليه احنا في بعض الاحيان بننتقد الرئيس على اشياء وبنشكره على اشياء وهذه سمة الحياة ان هم من بقاش في موقف مغرض ولا في تجاوز زي بقلت حالكم برح في بعض اللغة في الاعلامين الاسبوع اللي فات كان فيها تجاوز شديد شديد في حق الرئيس او في حق الحكومة انتقد وهاجم كما شئ وارفض كما شئ اما ان تتجاوز وتدخل الى مرحلة الاهانة عشان تعمل بطل مش تمام وبالمناسبة اسكوتيال ثاني وبالمناسبة حتى لو مذيع اخطأ سلام القوامل رب الرحيم حتى لو مذيع اياه اخطأ وتجاوز وهو اخطأ وتجاوز ما يبقاش الرد بالطريقة اللي تم الرد بيه برضو فيديو وتسريب واختين وبتاع مش عيب يعني خلونا طول الوقت نبقى محترمين حتى في الخلاف واللي يخطأ يعاقب بالقانون مش يعاقب تحت الحزام تمام ما نجدعه حياة الاشخاص العادية والحياة الخاصة دي مش قدير تحت مكلم سياسع وقانون وكلام من ده فالسنة الحميدة اللي اتبعها الرئيس انه استدعى النهاردة وزير الخارجية والتقى معاه السيد مجد عبد الغفار بناء على الحدثة المسيئة اللي عملها واحد من وراء الشرطة من جديد بالامس في حق باقي الشاي في مدينة الرحاب وقلت لكم القصة مبارح والدنيا كانت هيجة وميجة والناس غبانة بس انا قلت لتعامل الداخلية مبارح كان في رأيي هو احسن تعامل لوزارة الداخلية مع كل المواقف والوقائع اللي حصلت في الفترة الاخيرة اولا تم القبض بسرعة على امين الشرطة وتم تسليمه للنيابة رقم اتنين بيان وزارة الداخلية مبارح بيان منضبط سليم ما يخرش المياه بصراحة بالاضافة لتصريحات مجد عبد الغفار وزير الداخلية كمان كانت منضبطة وعجبني جدا فيها كلمة انه امين الشرطة زي وزي اي مواطن اللي حيخالف حيتعاقل النهاردة السيسي قال لوزارة الداخلية هو الكلام طبعا انه الرئيس طلب وزارة الداخلية بعدم السكوت عن اي مخالفات او تجاوزات ويرضع كل التصرفات دي بالقانون ومحاسبة مرتكبية بشكل فوري وكذا بس انا في رأيي ان الكلام ما بين السطور اللي قاله الرئيس لوزارة الداخلية من غير ما يذكر في البيان اللي هو قال له وبعدين يا معالي الوزير قال له اخرتها ايه مع عمراء الشرطة اللي بيسيقوا لوزارة الداخلية وبيسيقوا لينا كلنا كنظام واعتقد ان وزارة الداخلية انا كل الكلام اللي بقولكوا ده اعتقد الادار مش منشور ان السيد وزارة الداخلية رد عليه وقال له يا فنم احنا يعني ما عندناش منهج للتجاوز اي حد بيتجاوز بين عقبه وفورا رقب اتنين انه التشريعات اللي احنا مقدمينها لمجلس النواب اعتقد انها هتضبط هتضبط كثيرا فكرة التجاوزات دي وانا كنت عايز اكلم حراكم مبارح بس الحقيقة اللي سكتني انه الامين الشرطة اللي عمل الجريمة بتاعت مبارح كان في الخدمة يعني انا كنت بطالب طول الوقت ان يا جماعة هو امين الشرطة السلاح معاته للوقت ليه؟ السلاح الميري معاته للوقت ليه؟ المفروض هو في الخدمة يبقى معه السلاح وهو في كمين وهو نازل كبسة وهو نازل حملة يجيب بلطجي مع الزباط وتوعه تمام لازم يبقى معه سلاح لكن وهو مش في الخدمة وهو مروح وهو قاعد على القهوة وهو بيتعامل مع الناس ليه يبقى معه سلاحه؟ المفروض يسلمه عشان يبقى عارف حتى من قبيل الحالة النفسية يبقى عارف ان ده مش ملكة خاص وان ده له اداة السلاح ده اداة له واجب في وقت معين مش ملكية عامة ملكية خاصة كده اقعد استعملها في العام والخاص لكن المشكلة ان امين الشرطة بتاع مبارع كان في وردية خدمة فهتسحب منه السلاح في وردية الخدمة كمان هتبقى مشكلة فمش عارف لها الحل الحقيقة فاتمنى اتمنى ان هم يشوفوا لها صياغة تخلي امين الشرطة ده نفسيا مؤهل لانه يعرف قيمة السلاح اللي في ايده ويعرف امتى يستخدمه وضد مين يستخدمه لازم لكن في كل الاحوال اعتقد ان التعامل الدولة وتعامل وزارة الداخلية مع الحدثة بتاعة مبارع خلت الردود الافعال تخلص تماما لانه في النهاية احنا مش عايزين ننتقم من حد احنا عايزين العدل يأخذ مجراء ومن اخطأ يعاقب وهذه سنة العدل من الله في الارض النهاردة الحج جون كيري وزير الخارجية الامريكي وصل للقاهرة وانا بقول الحج جون كيري ليه لانه انا في رأي انه هو جاي حجة جاي القاهرة يلف لا القصة كلها انه هذه الزيارة في رأيي جاية عشان تقول امريكا من خلالها لمصر انا لسه هنا هذا تحليلي الشخصي وربما نختلف او تختلفون معي ما عنديش مشكلة امريكا طول الفترة اللي فاتت شايفة مصر بتوسع قعدة وديرة وبصلة علاقاتها الخارجية مصر عاملة علاقات رائعة مع روسيا وانتو عارفين طبعا امريكا بتحب روسيا ازاي وروسيا بتحب امريكا ازاي طبعا بتاري الاثنين هما الاعداء الاصدقاء وشايفة ان مصر بتفتح علاقات مع الصين ومصر بتفتح علاقات مع الخليج ومصر بتفتح علاقات مع اوروبا ومصر بتفتح علاقات مع امريكا اللاتينية ومصر بقت يعني الحمد لله منظومة سياسة خارجية في احسن مستويات امريكا طول الوقت اللي كانت هي المحتكر او الراعي الرئيسي للسياسة الخارجية المصرية على مدارة 3040 سنة ابتلت تقلق تقولك مصر مصيبة لو خرجت من حسابتنا لو مصر استغنت عنها هتبقى مصيبة وانا بقول لكم شوفوا امريكا كبيرة قد ايه لكن امريكا ليس لديها طرف طرف بالته ليس لديها طرف خسارة مصر كحليف استراتيجي وشريك استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط فبالتالي حج كيري جاي يقول احنا لسه هنا عشان كده هو جاي في طريقه للسعودية عشان يلحق بريسه اوباما هناك وهو بيحدى القمة الخارجية الامريكية بس وقف مصر عشان يقول للرئيس ايه الجملة دي نحن ندعم استقرار مصر ولن نتوانى او لن نتأخر عن مساعدة مصر في مكافحة الارهاب وفي دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي وكذا 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 يعني بالبلد كده انا والنبه انت لسه شايفني ارجوك خلي بالك مني فانا برضو بنقول له انا واخد بالي منك وعيني عليك وكفا كده نروح نشوف تقرير سريع كده عن زيارة الاخر جون كيري للقاهرة بعد ذلك انا نكمل بعد زيارة استغرقت ساعات للعاصمة المصرية القاهرة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وناظر المصري سامح شكري غادر وزير الخارجية الامريكية جون كيري القاهرة متوجها الى العاصمة السعودية الرياضة للانضمام الى اجتماعات الرئيس الامريكي باراك اوباما في اطار القمة الامريكية الخالجية والمقرر عقدها في الرياضة زيارة للقاهرة بحث خلالها وزير الخارجية الامريكي والرئيس السيسي سبلة عزيز العلاقات الثنائية واستعراض اخر المستجدات على الصحتين الاقليمية والدولية والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وازمات الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب زيارة وصفها خبراء سياسيون واستراتيجيون بانها تأتي في اطار الدعم الاستراتيجي لمصر ومحورية الدور المصري في منطقة الشرق الاوسط تمام يعني كان التقرير قال اللي انا قلته لكم انه مش جاي يعمل حاجة كان نقول بس احنا لسه هنا وخلوا بالكم اننا مصر فيما يتبقى من دقائق ما عنديش اغلى ولا اعز ولا احب من وزير التربية والتعليم عشان اخصصهم له الحقيقة وفي بعض الناس فاهمين انه في ثقر شخصي بيني وبين وزير التربية والتعليم وانا اقسمه بالله تعالى اقسمه بعقد الهاء انا ما عنديش مواقف شخصية ولا حقد ولا غل ولا كراهية ولا ثقر شخصي مع اي حد مع اي حد لا في الحكومة ولا برا الحكومة لكن انا عندي مشكلة مع من يتعالى على الناس ومش هتعالى علي ولا يفرق معايا برضو وانا لا اغضب لنفسي لكن اغضب للناس اللي انا بمثلهم على شاشة الناس اللي هي شاشة الحياة انا عندي مشكلة مع اللي يتعالى مع الناس واللي ما بقاش عارف دوره وانا قلتلكم قبل كده رغم انها كلمة قاسية شوية بس هي دي الحقيقة ان الوزير خادم الناس مش عايز اقول كلمة خدام عشان كلمة خدام بتبقى أتقل لكن الوزير خادم الناس لو الوزير في ايه ما بكلمش عزيزيز التربية والتعليم اي وزير في اي وزارة هو جاي عشان يبقى خادم للناس لو هو مش عجبال فكرة دي يقول لك لا لا نخدم مين دهنا الوزير دهنا المسؤول دهنا البرنس على عيني وراسي يسيبها ويمشي وروح يبقى برنس في شركته الخاصة اما وان قبل الوظيفة العامة واصبح موكلا منا لإدارة شؤوننا وخدمتنا يبقى لازم يخدمنا ويسمع كلامنا هتقول له يسمع كلامنا اقول لكم اه يسمع كلامنا هو مين متلقي لخدمة مش انا مش في قاعدة في التجارة بتقولك الزبون ده امن على حق انا بقى في التربية والتعليم انا الزبون انا ولي الامر اللي بدفع المصاريف وباخد التعليم وانا التلميذ او الطالب اللي بياخد المناهج وبياخد التعليم وبياخد الشهادات وانا المدرس اللي بعلم وبعمل كل دول مسؤولين في رقبة وزير التربية والتعليم لما بسم الله ما شاء الله ولا حوله ولا قوة الا بالله العليل العظيم يبقى كل دول متضايقين من وزير التربية والتعليم يبقى في حاجة غلط يعني نفهم ده حتى القاضي اللي اسمه قاضي لما بيحكم فيه طرف بيفرح وفيه طرف بيزعل لكن لما تبقى انت حكم بين ثلاث اطراف والثلاثة زعلانين تبقى حاجة في منتهى العبقرية بصراحة ما عارش عملتها ازاي لوزير التربية والتعليم حتى اللحظة اللي احنا فيها دي مش معبر اولياء الامور ولا الامهات اللي بيصوتوا ده بيقولوله شابتر 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 يا معاني الوزير فصل الوحدة الاخيرة في المنهج العيال مش لاحين يخلصوهم عشان الحركوصات اللي انتو عملتوها في المنهج ومش عام في ايه وترم اول وترم اول ايه وترم اتاني ايه في ثلاثة ابتدائي وربعة ابتدائي وستة ابتدائي ده العيال تقول لسانا وبدأ عفش تكتب اسمها لكن ما علينا فبيقولولك حتى في مادة التاريخ المنهج بيدرسه من محمد علي لثورة 30 يونيو ومن فيقول لها ده هيدرسه ايه فبيقولك شيل بس اخر شابتر كده عشان الناس تعرف تخلص المنهج وتراجع فطلع هنا معانا لما جيه مع زميلتي لبنة وقال كلام حنكبازي من اللي هو ايه بيتوه ويطفش يقولك لا انا مقدرش ألعب في المنهج لعاد الوزير عشان المنهج احتوائي احتوائي دي اللي هو بيحضن بعض انا اللي بيعمل ايه فقال لك لا احتوائي يعني كله كم تراكمي متناسق متلاحق حسب المدة ايه كلام يا عب سلام ايه كلام يا عب سلام فيش لما انهج احتوائي ولا ما انهج كذا اخر خمس صفحات اخر عشر صفحات متشالين ومترحلين للسنة الجاية لا في احتوائي لو شال الحقبة بتاعت 25-30 بتاعت الصورتين وكذا وانجلهم للسنة الجاية ما فيش اي حاجة تحصل الاحتوائية مش هيحصل لها حاجة ولا هتهرش لكن احنا اللي بنهرش من هذا الصرف وهذا العند وهذا الكبر من وزارة التنمية والتعليم في الاستماع لأولئي الأمور عيل اربع دقايق عيل اربع اربع روعة ابتدائي وخمسة ابتدائي افريا شوية مالا سمع خمسة ابتدائي وربعة ابتدائي وتلتة ابتدائي ومش عارف ايه ليه ليه تكرهوا في عمره وفي التعليم والأمهات بتقولك العيال مكتئبة وبيكرهونا وبيشتمونا بقولوا مش عايزين نروح المدرسة ومش عايزين نروح التعليم اضف الى ذلك موضوع المدرسين المقتربين ليه تكره المعلم وهو بيقدر سالته في رسالته ليه ايه بأولاده في محافظة الغربية وهو بيدرس في اسوان وبعيد عنهم وليه كل واحد يضرب ثلاث اربع ساعات سفر عشان يروح يدي الحصص ويرجع هم قالك في الاخر بتصفصفح على 2000-3000 هم اللي يعملوا الازمة ده انت لو عملت كده واعدت التوزيع حسب الجغرافية زي ما عملوا في الجامعات في بيت الطلبة كده قالك كله مايروحش في حدة تانية وكله يبقى في مدينته وبتاع الدنيا هتركز وتهدى والمعلم يبقى حاسس انه هو مبسوط وراضي وساكن كده وولاده في حضه وهو بيروح في صبحان المدرسة معلومنا ولا حاجة قال صح ولا حاجة قالها صح وما استجابش الحاجة ما استجابش الحاجة خالص يعني حتى فكرة انتها يقول لهم طب ايه اسد بقهم بحاجة قديهم مش عارف ايه ولا الهوى ولا الهوى يا سيدة وما زاد الطين بلة انه نزل مبارح جدول وزارة جدول لامتحانات السنوية العامة زي ما قلت لكم مبارح اول يوم يوم خمسة يونيو ذكرى النكسة ثانيا خمسة يونيو ده ليلة رمضان يعني اول امتحان في السنوية العامة هو اول يوم قبل رمضان فبيشأل بالعيال يعني لو حد عايز ينكد على الاسرة المصرية مش هيعمل احسن من وزير التربية والتعليم وزي ما انا قلت لسيدة رئيس عم فتاح السيسي يقول مهانش نيف اسماعيل المرة اللي فات من الاسبوع اللي فات الوزير التربية والتعليم ده انتوا جددتوله في الحكومة الجديدة يعني كان في الحدومة القديمة ومع التغييرات مش شته وزره لكن ده خفضل في مكانه فمعنى كده ان انتوا راضيين عنه وراضيين عن سياساته او ما لانيتوش حد تاني وساعتها ده العذر الوحيد اللي انا قبله ان فعلا ما فيش حد وافق تاني يشيلي المهمة الثقيلة دي لكن ان انتوا تبقوا فاهمين انهو ماشي كويس ينهارابيا ينهارابيا ما عنديش كلام اقوله حقيقة طيب انا حكتم حضركم بصورة الصورة دي فيها اللا منطق اللي موجود في حياتنا اللا منطق استنى بس يا استاذ اللا منطق احنا طول الوقت بننادي بايه بننادي بانه الدول المحترمة المتقدمة اللي بتحترم نفسها وبتحترم مواطنيها لازم تفكر في الناس اللي محتاجين مساعدة زي ذوي الاحتياجات الخاصة وزي المعاقين فاخيرا وبعد طول انتظار الدولة المصرية التالي تفكر في المعاقين اللي فيها وتخصص لهم اماكن في الشوارع يطلعوا وينزلوا فيها بصوا على الصورة وتشوفوا اللا منطق عاملين مطلع لصيرات المعاقينة هو عشان ما يمشيش يعني في الشارع بس مش مهم يطلع وبعد كده يلبس في العبود المهم انه يطلع المهم انه يبقى مطلع انا فاكرين الاخ مشهور بنيز في الفيلم الشهير وهو بيقول المهم السيستم المهم النظام نلتقي بعض الفوز اعلن موافقة المجلس على من حسق للحكومة برئاسة السيدة المهندس شريف اسماعيل وتأييد لها ولما جاء في برنامجها من سياسات ومحاور بعد موافقة 433 نائبا مجلس نواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال يمنح ثقة لحكومة المهندس شريف اسماعيل وذلك في الجلسة العامة بحضور كثة اعضاء الحكومة فيما رفض 38 نائبا وامتنع خمسة عن التصويت التزامنا بما طلبه نواب الشعب المصري العظيم وأود أن أؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك إلا التوافق بين رؤية الحكومة ورؤية المجلس المواقع لأولويات العمل الوطني فمن واجبنا أن نعمل سويا بما يضمن أن تكون نهضة مصر أولوية كل مواطن وكل مسؤول إن مجلسي النواب والوزراء في شراكة حتمية من أجل مواجهة التحديات التي سبق وأشرت إليها وتضمنها برنامج الحكومة جلسة أكد خلالها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة نظرت لتوصيات البرلمان ونوابه واعتبرتها تكلفات ملتزمة بها أمام الشعب المصري مشيرا أن الحكومة تتعهد بإجراء انتخابة المحليات قبل نهاية العام وأنها خطوة جيدة نحو اللامركزية لنهضة المجتمع ثقة منحها المجلس للحكومة جاءت بعد أن شهد العديد من الجلسات لمناقشة برنامج الحكومة الذي يتألف من سبعة محاورة رئيسية من أهمها الدفاع والأمن القومي والعدلة الاجتماعية والتعاون العربي والإفريقي وشكل المجلس لجنة ضمت 197 نائبا تم تقسيمهم لسبعة لجن منبثقة ناقشت كل منها أحد ما حاور البرنامج حتى انتهت إلى منح الثقة للحكومة أهلا بحضراتكم التقرير فتح لنا باب الحوار في هذه الفقرة وبعد الإعلان التاريخي اللي أعلن الدكتور علي عبدالعال دلوقتي بالنبرة الثورية بإعطاء مجلس النواب للثقة حماسية مش ثورية ده أنا بقولها لك والله ده مكرومة ليك أنا خلطان بعد النبرة الحماسية أعتقد أن احنا دلوقتي علينا كلنا أن احنا زي ما بيقولوا في الجيش كده خطوة الورى ونقف ونراجع نفسنا وأنا قلت حراكم في مقدمة الحلقة أنه الهدف من هذه الفقرة رغم أنها تبدو في هيئة المناظرة ما بين فريق من قال نعم لبرنامج الحكومة وفريق من قال لا لكن هو الهدف مش المناظرة الهدف هو وضع قراءة للحكومة بعد أن تجاوزت الامتحان علشان تسمع اللي ألقى ألقى ليه بمحاذير ونوع من المراقبة اللاحقة اللي حيعملها على هذه العود التي قدت في البرلمان والأهم أنها تسمع كمان اللي قال لقى قال لقى ليه وتحاول أن تكمل هذه اللقات أو هذه المواقف في برنامجها وفي سياساتها القادمة علشان تحاول ترضي كل النواب وبالتالي ترضي كل الناس قدر الإمكان طبعا مع أن رضا الناس غاية لا تدرك ضيوفي اللي مشرفيني النائبين لقى وقى بس الحقيقة أنا اكتشفت قبل اللي بتاعدي احنا احتمال نروح كلنا لقى السبب دي سبب ايه خلينا في البرنامج خليها مفاجأة النائبة مارجرة عزر إزاي حضرتك نورانا والمفروض أنها قالت آه النهاردة صح؟ المفروض في الورق لأنا قلت أي وفن والنائب خارد يوسف اللي بجد قال لقى بجد قال لقى أنا عارف من زمان اللي انت قلت لقى طيب خلينا الأول أبدأ معاك يعني شكلك قلت آه بس مش آه واضحة وصريحة بمنطق الموافقة والدعم الكامل للبرنامج اللي اسماتي بالتأكيد آه يعني خلينا أتكلم نقول أن فعلا برنامج الحكومة لا يرتقي إلى أحلام المواطن المصري لا يرتقي طبعا طبعا ودي قناعة مش عند الـ 348 اللي قالوا لا بس لكنها قناعة عند أغلبية النواب وده إحنا كمان شفنا في الجلسات لما شفنا تقريبا الـ 440 اللي تكلموا كلها ملاحظات ولكن في الحقيقة خلينا نتكلم على المرحلة الصعبة اللي كلنا النهاردة بنمر بيها سواء الحكومة وأنا مش بدافع عن الحكومة رغم أن أنا قلت أن البرنامج بتاعها لا يرتقي لطموحات يعني مش حتى يعني في رؤية إحنا هنستنبت منها لا البرنامج لا يرتقي لطموحات الشارع المصري ولا هو مردي للنواب ولكن في الحقيقة إحنا الآن في مرحلة صعبة جدا الحكومة تعاني من انهيار اقتصادي 75% أو 80% من الموازن أو الدخل القومي بيروح في خدمة الدين والدعم والأجور والمرتبات 25% فقط لغير المفترض أنها تتحرك فيها عشان تحقق طموحات المواطن داني حاجة في الحقيقة المرحلة اللي احنا فيها الخمس سنوات ما بعد صوت 25 يعني حتى الآن الخمس السنوات لم تفرز لنا قوة سياسية حقيقية على الأرض تستطيع أن احنا نراها داخل المجلس الجميع الآن يبحث عن تحالفات واقتلافات عشان خاطر يبقى فيه تكتلات سياسية إذن نحن الآن في مرحلة صعبة جدا إذن النهاردة رفضنا بيان الحكومة ما عنديش كتلة سياسية حد فينا يسق إنها تستطيع تشكيل حكومة نرتضي بها جميعا شكلنا حكومة اترفضت نحل المجلس من تلقاء نفسه رجعنا للمربع صفر من يتحمل هذه المسؤولين أنا كلمة محدد أنت خلاص كلمة محدد لا ما هو بربع عليك أنت جاوبت على السؤال اللي هي الناس اللي بيقولوا لأ مع وضع في الاعتبار أنه البرنامج فعلا ضعيف ولا يرتقل زمانات النائبة مارجرد لكن بتقولك أنه أنت ليه مش حطين ظروف البلد في حس بانكو يعني كم من الأخطاء والخطايا بترتكر باسم مشاعرات دوابة الأمن القومي وتلاقي قهر للحريات باسم حاجة محترمة وعظيمة لازم نحافظ عليها جدا أنت حر ما لم تضر الحرية المسؤولة نفس الحكاية المرحلة صعبة والتحديات والمؤامرات علينا أن نمرر بيان لا يرقى زي ما هي قالت لتحقيقة محاط المصريين ونمرره عشان المرحلة صعبة وعشان وعشان أنا بقول لحضرتك يا مدام مارجرت أنا أعتقد ممارساتي في البرلمان أنا ومجموعة 25-30 كانت تتسم بمعارضة اقتلاف دعم مصر اللي هو يعتبر اقتلاف الأغلبية مزبوط مزبوط هذا الاتلاف اللي أنا بعرضه المهم يعني كانت دايماً أرانا على النقيد أنا بقولك أنا أثق أن اقتلاف دعم مصر اللي أنا بعرضه يستطيع أن يشكل حكومة ذات رؤية أحسن من المعروض علينا ليه؟ لأنه هو ساعتها مع أن ما بقولكش أنه فيه يعني أصحاب رؤى في الابتلاف وفيه وفيه لا هياخدوا مسئولية لازم هيبقوا قدها وإلا المجلس ده كله هيتحل فهيعملوا إيه؟ إيه الأليات اللي هيعملوها؟ أولاً هيحفروا في الصخرة عشان يجيبوا أحسن ناس ممكنة هيتكلموا مع الكتلة البرلمانية المختلفة عشان ياخدوا أراءها في الحكومة القادمة هيعملوا جهد حقيقي يسفر عن نقلة نوعية في حاجتين في عملية التحول الديمقراطي نفسها أن احنا نجرب بقى أشياء أخرى منعودش محصورين في اختيارات الرئيس اختار وعلينا أن نوافق لأ احنا ممكن نجرب حاجة تانية واعتقد أن المزاج النفسي أصلاً للمصريين بعد صورتين كبيرتين زي دول يقولك أن أنت لازم تجرب حاجة مختلفة بقى احنا مش هنفضل في النهج التقليدي تعالوا يا جماعة فكروا اللي هي الجملة اللي بتقال في الإعلام كتير برا الصندوق تعالوا فكروا الرئيس بيجي يختار أنا ليس لدي أي تشكيك في قدرات الرئيس ولا في اختيارته بس بيعتمد على إيه؟ في النهاية الدولة دي تعتبر دولة لسه بتبتدي تبني نفسها من جديد لأنها جرفة فبيعتمد على تقارير جهات رقبية وجهات أمنية في النهاية هيقولونه تامر كويس شريف مش فاسد لكن هل هم قدرين هذه المؤسسات على الحكم على رؤية تامر أنه هو عنده رؤية حقيقية في إصلاح الإعلام ولا لأ لأ بالتأكيد لأ فعشان كده بس العذر ده أنا رأي أقبح من زنب وينم عن إيه؟ وينم عن عدم ثقة لأنه وف نفسهم في أنفسهم في هذا المجلس وده اللي إحنا كنا رفضينه يا جماعة اقرو البرنامج بما يرضي الله لو أنتوا شايفينه يعدي يعدوه شايفينه ما يعديش هي بقى ما يعديش تحت أي اعتبارات هو ده اللي مفروض يحصل هنا سؤالي وحارج على الأستاذة مارجد فيه هل أنت وإنت بتدي صوتك بتدي صوتك لأشخاص الحكومة ده البرنامج ما رأي لك في السك أشخاص الحكومة وأداءهم خلال الفترة اللي فاتت ولا لبرنامج عبارة عن ورائقات عرضت عليكم من حوالي 25 يوم ولا لضرف سياسي أنت عايش فيه لا أنا مليش علاقة بكل الكلام ده أنا ليه علاقة بالبرنامج المقدم لنا بشكل رسمي المتين ورقة اللي تقدمه والرؤية اللي اسمعها 20-30 وأخبر بالحضرتك والشروح بتاعته طيب هو السؤال بالعكس بأنا وزانة مارجد ليه موقفك وستصويتك مش مبني على اللي تقدملك مش فكرة أن أنت تحطي في البيعة فكرة الظرف السياسي والحالة اللي بتمر فيها في مصر والأوضاع الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وغيره طيب أولا اللي تقدمني برنامج مدته سنتين بإمكانيات قليلة جدا بالاعتراف كل الأعضاء في المجلس أنا عايزة بشر للناس النهاردة أن الدولار ب11 ونص طيب الحمد لله أديك حضرتك قلت لا دا حقيقة ما هو دا جزء من المشكلة النهاردة الدولار الظهر كان بفسوة دا جزء من المشكلة السياسة النقدية سليمة لهذه الحكومة السياسة إيه؟ النقدية لهذه الحكومة ولو جبت ملايكة النهاردة أنا ما جاوبش أنا ما جاوبش أنا بس أل بس طيب يعني عليك أرد على خالد بي لما بيقول اقتلاف مصر يستطيع أنه يشكل حكومة يمكن تكون أفضل من دي أولا النهاردة وأنا مش هقول على وزير محدد وأنا أعلم دا تماما أن في وزير من الوزراء ما كانش هيرجعت يعني أو هيبقى في الوزراء اتعرض على 30 شخصية وهم قادرين أنهم يدوا الوزراء مين النهاردة؟ ما حدش قادر النهاردة يرتدي بأنه يعني يأخذ منصب وزير وهو شايف فرحين يقولين دا وزارة التربية والتعليم لا مش وزارة التربية اخسار ماشا اخسارا أسخف مش وزارة التربية ماشا ففي الحقيقة تمام فأنت أصدك أنه حتى المهمة في كتير بيرفضوها كتير جدا من الكفاءات بترفضها في الحقيقة تمام وبعدين النهاردة اقتلاف حب مصر آه هو اقتلاف قوي دعم مصر أو دعم مصر دعم مصر ده ولا قوي ولا حاجة بس بيقولك ده حتى بس الحمد ده أنت أقولت قوي عشان تبقى عايب بس أنا أقولتش قوي أنا أقولت هيبة ده وأنت بتقول ده أعمل أربعين خمسين وقت طب الله دعيف أنت عايزه شكل حكومة إزاي وبعدين اقتلاف حب مصر ده لسه ده إحنا لسه إحنا حزب قوي إحنا لسه مجموعة اقتلاف إحنا لسه مقدمين الوثيقة بتاعته النهاردة بالزبط كده يعني فبالتأكيد إنت في مأزق رهيب جدا وبين فكاين راحة أنا لا يمكن النهاردة طب المنتهل أمان حريك قلت في آخر كلامك في إجابة السؤال الأول إنه إحنا قلنا آه عشان ظروف البلد تعدي ونحاول ندي دعم للحكومة وكذا عشان لو قلنا لأ ساعتها ممكن الحكومة تتشكل تفشل والمجلس يتحل مش عشان المجلس يتحل هو ده السؤال بقى هل ده ممكن يتفهم عند بعض الناس أن أنتوا قلتوا آه عشان تتقذوا نفسيكم لا لا إطلاقها مش عشان المجلس يتحل لأن أنا ما عنديش رفاهية النهاردة إن أنا أعمل انتخابات واقتصادي يتكلف مليار وحوالي 300 ألف ها إيه الإقتصادي يتكلف مليار ما هو حضرتك الانتخابات مش بتتكلف الفاند آه آه تكاليف الانتخابات آه تمام أتلع تاني مليار ومتين عشان أعمل آه مجلس شعب تاني أو أقعد من غير مجلس شعب كويس ودي أنا اللي عندي رفاهية ده ده ولا رفاهية ده آدي حاجة تانية حاجة أنت مش حتى البعد خالص اللي قاله أستاذ خالد إن المجلس منه فيه يعرف يشكل حكومته طب معلش يعني آآ آآ لا هو إيه سات النائم يسميلي عشرة هو عايزهم في الحكومة اللي جاية ده أنا سميلك تلاتين أعملك التشكيل لوزارتي لا سميلي عشرة على الهواء لا ديني ساعدتك لا سميلي عشرة على الهواء تستطيع لا مليش ده مش أنت اتلاف وعملت اتلاف سميلي عشرة على الهواء وقول ده يصلح وده يصلح لوزارة كذا وده يصلح لوزارة كذا ويجيب البرنامج بتاعه وهنيجي مرة تانية هنا تمام ونعرده ونعرده لكن إلا أنا متأكدة منه طيب بس خليلي أكمل السؤال إلا أنا متأكدة منه ووثقة فيه إن البرلمان بيقع في اختبارات كبيرة جدا ولكنه منحاس دائما للشارع تمام ودي حقيقة وهنشوفها في عدة مواقف مش يعني مش لازم نتكلم لأن فيه اتهامات لا الحقيقة أنا هنا المرة الوحيدة اللي أقدر أجاوب فيها أنا البرلمان دا الحقيقة تجاوز طموحات يعني أنا كنت مش مستبشت به خيرا في الأول أوي لكن الحقيقة بعد بعض الممارسات خصوصا موقف بتاع قانون الخدمة لأ أنا بقول لك حديدة هتشوف مواقف تانية كتيرة جدا هتشوف مواقف كتيرة جدا بينحاس فيها البرلمان للشارع المصري بشكل قوي جدا ولكن أنا قدر أقوله لك طب هل بقى موقفكم النهاردة دا انحياز للشارع؟ آه 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 تمام يعني لو نزلنا عملنا استفتاء في الشارع آه وقلنا لهم راضيين عن الحكومة وراضيين عن لا مش راضيين عن الحكومة لكن هو انحياز للشارع المصري اللي تعادية المأزخ اللي احنا فيه وللوصول للهدف الأكبر آه مش مش مغرد رؤية مباشرة للمواطن البسيط إنه فرحان ولا لا أكيد مش فرحان أو مش راضي بسي حضرتك أنا النهاردة في ظروف اقتصادية صعبة جدا حتى أي حكومة لا تستطيع إنها هترضي المواطن ولا من المواطن البسيط أنا سبت بسيط يعني أنا مش ومع ذلك وأنا أشعر تماما بالبسطاء لأن أنا منهم كويس وبقعد معهم كل يوم في الشارع وبقعد معهم بفضل معهم كده لكن أنا عايز هل في حد أن البسطاء دول وانت قعد معهم في الشارع مش في الشارع ناصلي في الجولاتك في الشارع يعني لا قالولك لا قالولك يا صباحتي يا سيدة نايبة وفق عن الحكومة وبرر البرلماء وبرر البرلماء يعني هقول لحضرتك طبعا بعض الوزرات مش مرضي عنها تماما تماما خالص يعني بالتأكيد لكن المواطن البسيط وليلي زي وزارة التربية والتعليم زي وزارة التعليم أيها كنا أنا مرضي قول ليلي أنت عوزة بجد وانا عايزة ما قدمع عشر عشر طلبات أحضة في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة السحة لكن أنا عايز أقولولك أن المواطن البسيط حاسس أني لازم العملية لازم العجلة تمشي لازم العجلة تمشي ونشوف نتاج الفترة اللي جاية لأن في الحقيقة النهاردة أنا اقتصادي منحك تماما أنا ما عنديش رفاهية أن أنا النهاردة أعترض لمجرد أن أنا عايز أنا ما بعترضش على أشخاص أنا النهاردة متأكدة أني لجان مجلس الشعب يعني يوم السبت إن شاء الله هيتم انتخاب لجان مجلس الشعب ولجان مجلس الشعب هيبقى عندها مشروعات قوية جدا هتجبر الحكومة لأنها تشتغل فيها وهتبقى المطبخ الحقيقي للبرلمان هتشوفوا نتاج البرلمان في اللجان اللي هتشتغل طيب قبل بروح للفاصل عايزك تجاوب على أستاذة مارجد وهيطلك هل عندك القدرة أنت تشكلي حكومة من بعض الأسماء ولو عندك اطرحها والله العظيم أستاذ تامر احنا لازم نقفل الدكانة الاسمها مصر والروح لو احنا في مصر مش هنعرف نجيل 35 شخصية أخرى تدير مصر ومصر عقمت خلاص تبقى مشكلة احنا في وقت نصعب خلاص ده وجهة نظرك يا مدن مارجلت أنا بحترمها بس أنا وجهة نظري لأ أنا وجهة نظري أولا مش أنت لسه قال للأستاذ خالد عشان برضو أبقى أمين يعني طرح لأن أنا ميل شوية معك في فكرة فكرة الظرف السياسي وكلام ممكن شعارات ممكن يعني تمرر الأشياء غلط كتير لكن في النهاية أنت لسه ألمل شوية أنه مصر جرفت فعلا طيب فمصر جرفت معناها أنه البحث عن كفاءات أصبح شيئا نادرا أنا ما أقول لكش أنه هو حاجة سهلة لكنه ممكن وممكن جدا وليس مستحيلا ومش ممكن نمشي في مسارات خاطئة لمجرد أن احنا مش عايزين نتعب نفسنا أو خايفين من المخاطرة فيش بلاد بتتقدم من غير مخاطرة ومن غير روح المغامرة ده جزء في الحكاية الجزء الآخر لما أنا شوف البرنامج أنه هو البرنامج بتاعهم هيودي البلد فين لازم أخاف لازم أخاف على فقراء مصر يعني معرفش إذا عندك كام وقت في لغاية الفاصل يعني هديك بس مثال واحد ممكن نستكمل الباقي لما تيجي في مبدأ العدالة الاجتماعية وقلت لك جزء منهم بارح لما الحكومة دي في برنامج هتستبدل العدالة الاجتماعية بالحمال الاجتماعية وأنا فسرت للسادة المشاهدين وبفسر مرة أخرى الفرق ضخم جدا الحمال الاجتماعية أم تعطي للفقراء المسنين أو الأكثر احتياجا أو المعاقين يعيش لكن يظلوا قابعين في دائرة الفقر لا يخرجوا منها أبدا لكن العدالة الاجتماعية هي أم توفر لهم لأبناء الفقراء دول تعليم فرصة جادة في تعليم مجاني فرصة جادة في تعليم مجاني وبعدين تديهم خطة تنمية مستدامة تستطيع من خلالها أن هم يتطمنوا أن هم يلاقوا فرصة عمل كريمة فيقدروا يخدوا يخدموا أهليهم ويخدموا أهلهم ويخدوا بعضهم ويطلعهم الفقر للطبق الوسط نسيت حاجة ثالثة لازم الحكومة تضمن لهم أجواء بيئية زي الصرف الصحي وخلافه توفر لهم أن هم ما يعوش في الأمراض مش فقط بس تتعالج فيروس سي ألاقي في البيان كل الصحة على مكافحة فيروس سي لكن فين فين اللي بيسبب فيروس سي محدش دور على إزاي أمنع أجيال من نجيلها فيروس سي وخبال حضرتك لما لاقي المسائل كده ولاقي أن إحنا رايحين لأنه هيفضل الاحتقام بتاع الأربعين خمسين مليون اللي وقعين تحت حد الفقر هيفضل لازم أقلق وأنا مش عايز البلد دي تتهد ولا عايز البلد دي يحصل لها احتقان أكبر وأنا من مصلحتي وأنت من مصلحتك ومدام مرجلت وكل الشعب المصري أن الحكومة دي تنجل عشان كده أنا أول حاجة عملتها أنا قلت لسيد رئيسي الوزراء ألف مبروك وربنا يوفقك وبتمنى من كل قلبي أن كل اللي أنا قلت ده هو يتدركه ويعمل أحسن يعني يعمل كل الملحوزات أنا فكرة وهي دي الهدف أننا غلطان وطلع هو صح وبرنامجه عظيم وأنا أنا وخمسة عشرين أنا برضو هبقى سعيد جدا لأن نجاح البلد دي تنجح لنا كلنا أهم من نجاح موقفك بالزبط صحيح الكرة اترمت في ملعبنا طيب الكرة اترمت في ملعبنا احنا عندنا لجيان وعندنا شغل هفطايم 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 هنروح لفاصل إجباري وبعد الفاصل حرجع نكمل كلامنا أنا حسأل لأستاذ خالد على وجهة نظره اللي قالها دي بقى سنيد مقنعة من وجهة نظره في ظل اللي قاله الرئيس مثلا في آخر خطاب لما قال لا في ناس كتير مش شايفة الحاجات الكويسة اللي بتحصل مش شايفة المشروعات اللي بتحصل مش شايفة الاستثمارات اللي حصلت في حاجات حصلت وفقا لكلام الرئيس في سنتين ما حصلتش في عشر خمستاشر سنة وفي جزء كبير منها لحياة مشروعات فعلا مهمة ومحترمة ممكن تعطي أمال للأجيال الجديدة والسؤال اللي أخذ أستاذنا مارجريت طيب بعد ما قلت آه والحكومة لبستنا في عمود مين اللي حيشين المسؤولية بعد الفصل أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفصل حوال موصول مع ضيفية الكريمين توقفنا عند آآ اللاقات اللي قالها خالد يوسف فيما يتعلق بالبرنامج ونص نعمات نعمات ما قدرش أقول نعمات كاملة نص الاقتناع من الأستاذة مارجريت آآ غير رضا آآ عن البرنامج لكن مؤقمة الظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية هاي اللي خلت الأستاذة مارجريت تقول نعم من أجل البرنامج أنا سألت الأستاذ خلت قبل الفصل سؤال بفكر حضراتكم به هو الناس اللي بتقول إن الأوضاع صعبة وإن ما فيش رؤية وما فيش مشاريع وما فيش فرصة البكرة وإن البرنامج ده مش هيؤدي إلى ارتقاء بمستوى حياة المصريين ولا حق العدالة ولا كذا ده ضد ما قالوا الرئيس وقدوا بالك الرئيس رغم أن هو رئيس الدولة لكن هو في النهاية رأس السلطة التنفيذية كمان اللي النهاردة الحكومة أو النواب أعطوها الثقة فبالتالي هي مؤفقة ضمنية كمان على اختيارات الرئيس نفسه ليأ الحكومة الرئيس في آخر خطاب يوم الخميس اللي فات في الاتحادية قال أنا مستغرب من الناس اللي مش شايفين الإنجازات أنا مستغرب من الناس اللي مش شايفين المشروعات مستغرب من الناس اللي مش شايفين الإقاع اللي حصل في السنتين دول اللي يوازي إقاع عشر سنين فاته شايف ولا مش شايف لا شايف بس الأولويات أنا وده أنا قلته في الكلمة بتاعتي قلت الأولويات بتاعت برنامج الحكومة اولويات مرتبكة بل كمان تصل الى حد انها اولويات ظالمة للشعب المصري يعني انا مع المشروعات الكبرى القومية الكبرى وكل حاجة وعلى البناغ انها دي حاجات الناس بتخطط لقدام بقى بجد مش بتبص تحت رجليه بس انا ما اقدرش اغفل اللي تحت رجليه ما اقدرش اغفل ان فيه تمانين في المية من كرة مصر ما فيهاش صرف صحي في ذات الوقت اللي تلاقي منشط توصيل المرافق والخدمات لمشروع القاهرة الجديدة المواطني حس بايه اللي قاعد في ظل هذا الظرف القاسي اللي ما عندوش صرف صحي وما عندوش مياه صالحة للشرب وساعات ما عندوش كهرباء وما عندوش غاز الى اخر الكلام ده لما يشوف عاصمة جديدة ممكن تبقى مشروع عظيم جدا ولكن هتفيد البلد كمان عشر سنين اثناء ما هو بيمرض بفيروس سي بسبب انه ما عندوش مجاري وبيمرض بكل الامراض الى اخر الكلام هنا الاولويات فين انا مقدرش اعامل المواطنين بتوعي بشكل ان انا مدهمش اولوي لا انا اديهم اولوية قبل ما افكر في خطط مستقبلية لازم الحقوق الجيل اللي موجود ده على الارض حقوق البنى قدمين اللي موجودين على الارض اولويتي الاولى قبل اي حاجة فهنا الاولويات انا بشوفها انها بتروح ما تيجي تتكلم على مشروع كبير ليه الطرق على دماغي المحاور اللي بتتعمل يعني تكاد متعملتش في تاريخ مصري من ايام الانجليز لما عملوا شبكة الطرق الاولى لكن انا عمدي كل الطرق بتوع المحافظات كلها مكسرة انا ادي اولوية للطرق دي لازم امهد الطرق لانها اولا بتستنزف الاقتصاد وبتعطل يعني وبتموت ارواح وبتموت ارواح وبتعطل وقت يساوي فلوس ويساوي قيمة حقيقية في الاقتصاد قبل ما اقول اعمل المحور اللي هيوديني مش عارف من البحر الاحمر اللي ما عرفش الحلاي يعني هنا الاولويات مهمة جدا فعشان كده انا بقول سواء للرئيس او ليه او للحكومة بقولهم قالبن قدمين المواطنين مش حاسين مش حاسين ليه لان اللي تحت ايديهم اللي هم لمسينه وهم مسكين دمر الطرق هو الاستاذ خاد حصدوا انه مثلا وقت مقدمت الحكومة برنامجها قالوا ان احنا مقدمين كمان حاجة اسمها رؤية مصر 20-30 وساعتها انا قلت هنا في البرنامج يوميها قلت لهم ممتاز وانا معاكو في 20-30 بس انا عايز رؤية مصر 20-17 اللي هي 20-16 يعني لطيف ان انا 20-30 ده مش احتمال نلحوش انا وخالد مش عارف يعني ليه بس يعني ده عامل السن ممكن لا بس على فكرة الحكومة عد 50% صرف صحي من كل القرى في مصر قبل 17 لا 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 في البيان نفسه في هم هم عشرين في المية اللي موجودين دلوقتي قال تمام شريف اسماعيل قال نتعاحد بتوصيل الصرف الصحي ومياه الشر لخمسين في المية من قرى ومصر كلها ده امتى ساعتك ده هو قال ايه ايه امتى يعني في جدو البياني شاكله ايه اه مش قال امتى قال 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 اه في اه حتى 2018 يعني في 2016 ل2018 رهيبوا 50% اه ده غير اللي معمول 50% من اللي متبقي يعني هنبقى كده نسبتنا 60 اكتر من 60 لا يعني اكتر من 70% 70% اه بتكلمي جد ان شاء الله ارجع بقول نعم ارجع بقول نعم طيب السؤال بالعكس اللي سألته حضرتك كمان اللي هي فكرة انه لو صدقت توقعات الاستاذ خالد ومن ولا على فكرة انه هذا البرنامج ربما يقود الدولة الى يعني مقال سيء واوضاع اسوأ وما فيش رؤية وما فيش تحسين للأوضاع الناس وما فيش عدالة وما فيش كذا كل الناس هيبصوا لمن قالوا نعم وقولك انتوا اللي خبطتونا في الحقيقة لا في الحقيقة اصل الحكومة ما هياش عقد مؤبد ولا جواز مسيحيين هيدانهم قاعدين في قابتنا الى الابد لا طبعا احنا بنشتغل في البرلمان عندنا مطبخ برلماني هو اللجان وهتشتغل على مشروعات وتشتغل على القوانين الوزير هيثبت فشله في تنفيذ ما يترأى لنواب الشعب انه لابد ان ينفذ لان حضرتك الموازنة الجاية النواب هم اللي هيقترحوا كل رؤيتهم فيها تمام وبالتالي اي وزير هيفشر لا احنا هنسحب منه بثقة ما هيفشل مادام مارجريت هيفشل على اساس ايه المعنى ايه مقياس الفشل اذا كان التعليم اللي مكتوب في البرنامج دا ايه اللي موجود فيه البرنامج دا البرنامج دا بس سانية واحدة لا لا طب ما حاكرم عن التعليم يتكلم جا ما اعرف لا ماشا يتكلم لا اصنع اصنع اقولك التعليم دي حتا طب ما عليش انا ممكن اديك الحلقة كلها لو حتكلم لو التعليم هل جل ما قالته الحكومة في هذا البيان ولا حاجة الاستمرار فيه لا يا فندم استكمال كذا لا انا قلت الكلام دا انا اكمل بس يا مادام مارجريت انا هقول لها طب يكمل جملته اكمل اذا ما تقول لي انت الاستمرار فيه او استكمال كذا وما حطت ليش حاجة غير كده يبقى انت عايز تقول لي ان السياسة المطبقة هي السياسة المسلة صح تمام انت ما حطت ليش رؤية مغيرة هتبدأي حضرتك تحسبي عليها انت حطت لي اصلا لا رؤية وقلت لي اللي انا بطبقه دا انا هستكمله وهو وضع سايس هتحسبي عليها هكمل على انت بتقول عليه ان بالذات ويمكن لانا لاني مهتمية بقضية التعليم جدا لاني مفيش نهوض للامة باكملها الا من من ابتدي من بداية التعليم تمام وكل يوم بيمر علينا ما نبتديش في الحقيقة وانا عارفة ان ان البرنامج اللي حكومة ايه كل اللي انت هتكلمتني عن ايه متين الف اه فاصل انا مش محتاجة فصول يعني لا محتاجة انا حتى لو محتاجة فصول مش هي دي مش هي دي لا بردين فكرة اولويات انا محتاج عقول انا محتاج عقول انا محتاجة ماناك تنمي الابتكار مش تحس على الغباء لكن انا عندي النهاردة هي تحس على الجهل الغباء مش الجهل التعليم هتشتغل وتستطيع انها تضع استراتيجية كاملة للتعليم وتناقش من نواب مجلس الشعب ماشي ممكن ارد على لحظاك في حاجة وتفرض اه اردها بص اللي انا كنت متخيله يا تامر وده اللي كان مجنني في الحكاية انا اسكت اه انا اسكت ان النواب اللي قاموا كلهم اتكلموا محظمهم بجد زي ما هي قال تسعين في المئة منهم انتقدوا بين الحكومة وبعدين وفقوا اللي اعتبارات اللي قالتها مادام مارجريت انا كان نفسي بقى طيب مادام انت معترض كده وعندك ملحوظات طيب ما تيجي بجد نعمل رؤية بديلة لان دي تبقى للدستور ده هو برضو ان وضع السياسة عشان بيزعامل اعملها يا خلد اعملها جوه وضع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من واجبات ومهام البرلمان طيب مش الحكومة فالبرلمان ده كان مفروض يعمل البرنامج ده ياخده كده يفنمته اللي ماعجبوش يرميه ويستبدله ببرامج اخرى ويكمله برؤية شاملة ويقولوا الحكومة تفضل ينفزي ده وانا كمان هرأ بك انا جميل انا حلو انا دخلت البيت مهدودة علي انا دخلت البيت مش مترتب لا فيه لايحة ولا فيه انت بتعمل لايحة انما انت دلوقتي بتعمل اللي جاه النهاردة الشرع بقى يحاسبك اعمل اللي جاندي حطي بقى الاستراتيجية اللي انت عايزها ولزم بيها الحكومة اللي ماينفهش على طول اسحب بالسياق لا هي فكرة انه ليه ما قلتوش انه ده زي ما انت قلت من شوية بس مع اختلاف السياق انه ده لا قرآن ولا انجيل ولا كتاب سماوي فبالتالي مش فكرة شفر باركت اللي هو يعني اخده كله او اسيبه كله لا انا فيه حاجات معقولة هوافق عليها بس شيل دي وشيل دي وشيل دي وحط دي وحط دي وحط دي وطالب الحكومة بتنفيذه ده اللي حصل كل واحد اه اتكلم ثبت الملحوزات بتاعته في المطبطة بعد وجود بعد عمل اللي جان هيتم بقى الملحوزات دي وحاطتك طبعا يعني استاذنا في ده يعني هتشوف اللجنة بتاعتك هتشتغل ازاي ولجنة هتشتغل ازاي يبتدي بقى يفنط الملحوزات دي اشتغلت عليها الحكومة ولا لأ تعالوا بقى في اللي جاء تعالوا نشتغل مع بعض فين ده وما فيش كين لازم هو ده اللي هيحصل ده الكلام ده كان يحصل في اللجنة الخاصة اللي اتعاملت يا مدام مش لسه بعد ما ديتي ثقة الحكومة تقول لهم خدوا استراتيجية تانية طبقوها ان تديتيهم الثقة على هذا البرنامج مفروض كان ده يحصل قبل ما تدي له الثقة اتفضل ادي البرنامج المعدل واحنا من الديه السقة ده اللي احنا مفروضين عليه وهنحسبك عليه خلال السنتين هو ده اللي كان مفروض يحصل بس اما وما حصلش تعالي ما نوقفش المراكل السيرة واللي انت بحضرتك بتقولي نحاول نعمله نحاول نعمله طبعا انا دايما مع البنا انا انا خدت السقة النهاردة انا قلت فورا للسيد رئيس الوزراء الف ومروك وربنا وفاق بالزبط ونمشي واسعده كمان انه ينجح انا مش من ما صحت انه يفشل يعني فده خلاص انا كلنا كده متفقي تمام لا انا مش متفق لسه انت حار انت حار انت حار لا هي القصة هنا دلوقتي متعلقة بي العلاقة الجديدة بقى ما بين البرلمان والحكومة بناءا على ده هل تبقى علاقة الكارت بلانش اللي هي الضوء الاخضر المفتوح اللي انتو منحتوه للحكومة بناءا على برنامج والحكومة لو كلمتوها بكرة في استجواب يعني انا حارك اعملا استجواب لوزيرتربية وطعليم ساعة كان بس عشان احضره لا انا اعملا لا اول لوزير الصحة طب ما عليش ممكن الاول لوزيرتلبية وطعليم وزير الصحة مكفي امل لكن لوزيرتلبية وطعليم لا مهم عملا للتعليم الفنية طبعا ما هو طبعا لو حارك جبت للوقتي استجواب لوزيرتربية وطعليم ما رئيس الحكومة يجي يقولك انتو مش موافقين لاسبوع الفتحة بناءهم بتاعنا متسيمونهم نكملوا بس سيبونا نشغله في حالات ملحة لابد من تنفيذها يعني على سبيل المثال التعليم الفني التعليم الفني عندنا سيء جدا ولابد من النهوض بيه لأن كل الدول المتقدمة يعني كل الدول اللي كانت زينا وتقدمت ما هو ده سؤالي هنا أنا مش عايز أقعد مكان كرسي بس خالد بس سؤالي هنا أنه ده كان لازم يتقال قبل مش دلوقتي يعني كان لازم حضرتك ما توافقيش على بنامج الحكومة خصوصا فيما يتعلق بملف التعليم اللي لما تقول لهم هو فين يا جماعة الرؤية بتاعت تطوير التعليم الفني هل أنتوا شايفين التعليم الفني والورش ومدارس السنوية الزراعية والسنوية الصناعية والسنوية اللي مش عايف إيه وحالتها كويسة وتاع درجة أنتوا ما تذكروهاش وتقولوا أنها هتستمر زي ما هي فمجرد إقرارك بكلمة نعم على البرنامج ده معناها أن أنت موافقة على اللي حاصل وعايزها يكمل هو ده اللي حيفهمه رئيس الحكومة والوزراء خليني نتكلم على أن إحنا بنتكلم على الميزانية بتاعت اللي فاتت الميزانية اللي جاية مجلس الشعر هو اللي هيحق يعني مثلا التعليم زي ده 4% لا 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 أنت كده بتفسحيني يا أستاذ لا 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 ما أحبي كيش كده ما أحبي كيش كده ما أحبي كيش كده طب خير أبص قولي لي ما أفسحك أسكن لا ما أفسحكش يعني جابت السؤال اللي أنا قلته أيها تمام فحضرتك الإصلاح اللي أنت عايزه الأربعة في المية زيادة من الناتج القومي هتروح للتصليح ده فما يقدرش يقولي أنا ما عنديش موازن يقولها بس كده أصل فكرة أن أنا ما فيش فلوس دي ما هم قالوا لا دي حيلة العاجز هم يا فندم قالوا ما دي حيلة العاجز قالوا في ثانياتنا عشرين في المية من الدخل القومي فقط لغير ومش قادرين نعمل ده يا سيادة النائبة حيلة العاجز دايما نقص المواد أنا أعرف أن فيه عقول غنية وعقول فقيرة لكن ما فيش دولة غنية ودولة فقيرة بس أنت عندك فلوس تعيدي توزيعها دعني تعيدي توزيعه موارد تعيدي توزيعها بشكل يحمي الأفكار ويبني العقول مش يبني الحجر ثم فين الفكرة الفكرة أنه نفسها تسوي فلوس يعني أنا حصلح الرؤية دي إزاي أنا ممكن ساعتها أدخل شركات قطاع خاص معايا في التعليم الفني أدخل مصانع كل مصنع وشركة كبيرة أنا مجيبتش فلوس أنا جيبتش فكرة ده لازم أقول مصانع كذا بالجر إعلاناتي يعني كذا تعالى أنت إرعى المدرسين دول وخد اللي هيخدهم بطلع عمال عندك ده هيحصل بروتوكول بين وزارة الصناعة ووزارة التربية والتعليم الطالب في المدارس السنوية ياخد ثلاثة أيام في المصانع عملي وياخد ثلاثة أيام نظري في كتعليم طيب إحنا مرتبطين دول الدخول في التفاصيل أن القصة مش فلوس مش فلوس طبعا طيب يبقى إجابة برضو لا جزء منها لا جزء منها فلوس مقدرش أقول مش فلوس كل الرد يبقل لي مش فلوس لا فيه استحقاقات دستورية برضو اللي بيداء الناس لسه ما بتاقي يعني لازم لازم هو لم يشير إليها في البيان وكانها موجودة مهم الدمن الحاجات إما أنا قلت ده ملوش علاقة بداية لأننا إحنا لسه ما استغلناش قوانين للدستور إحنا لسه ما ترجمناش الدستور لا يا صدقتي أنا مفروض أنا عمدي استحقاق دستور دستور بيلزمني بتخصيص 4% من نتج القوم للتعليم و3% للصحة هتعملني إمتى يا فاندن في الموازنة الجاية نعم في الموازنة الجاية طيب خلاص ما أنا بتكلم على كده الموازنة الجاية ما هو البرنامج ده الموازنة الجاية هو البرنامج ده الموازنة اللي فاتت هو ما قالش حاجة هنا عن الاستحقاقات الدستورية دي وإنت بتتعرض عليها هقول لهم طب هبقى فكرك إنه هيحطولك الموضوع داخل في بعضه وال4% بتاعليم ما أنا بقول لك هوت أنا بقول لك اللي هم نويينه هيحطولك ال4% بتاعليم مش هتعرفت جبيهم مش هتعرفت تحطي إيديك عليهم وال3% وال2% بتاعليم العالي وال1% وال3% بتاع الصحة مش هتلقينهم ذكر على التخصيص يعني أنا في تقديري أنا في تقديري وده طبعا هيرجع للجنة الموازنة إن ال4% دي اللي أنت بتكلم عليها دي لازم تخرج لوحدها ويبتدي يتعامل بها استراتيجية لوحدها لتطوير التعليم إما يكون البرنامج ده ما جابش أصلا أي سيرة للكلام ده ولا يهمني الموازنة الجديدة أنا أنا أنت وفقتي أصلا أيوة وفقتها على الموازنة دي اللي هي عنده دلوقتي إنما أنا عندي دخل تاني دي جاي 4% ال4% دي أنا أبتدي اللجنة التعليم يا أنت عاوزك إذا لما أردوا موازنة 2017-2018 هتقول لهم فين ال4% بزعم أهو السيد خالد قصدو أنه هو ما أشرش ليها لأن البرنامج ده متضمن الموازنة اللي هتتعرض 2017-2018 أنا فكرة ما مجهزين الموازنة والموازنة يعني الموازنة متسقة مع البيان ده والأرقام هتدخل في بعضها ومش هيديك لكن الموازنة هتتعرض عليك لوحدها أنا عارف بس مش هتلاقي زكر وهبقى فكرك عشان كده أنا كنت متوقع مثلا من الرئيس الوزراء النهاردة أن الأهم حاجة كان مفروض يتكلم فيها ومش أهم هم فيه حاجتين مهمين جدا كان لازم يتكلم فيها لأن فيه يعني مش هاوصف الحاجتين المهمين هو أن فيه دستور بيقول النسب دي لازم أنت مجبر تعملها الدولة بتلتزم كان لازم يقول يا جماعة إحنا مذكرناش لكن في الموازنة العامة للدولة ما تقلقوش النسب المخصصة للتعليم والصحة هتلاقوها دا كان أول حاجة لازم يقولها النهاردة بعد اللواب ما تكلموا فيها مرة واثنين وثلاثة وتدع واحد قال له دا مالوش علاقة بداه فمفروض يرد عليه يقول له لا ألو علاقة لأن دا الدستور واحنا ملتزمين بيه واحنا ملتزمين بالكلام دا الحاجة التانية اللي كان مفروض المهندس شريف إسماعيل يقولها النهاردة قبل ما يحصل التصويت يقول لنا إيه هي القرارات المؤلمة اللي قال عليها في البيان دا كلام أنا ما شفتش بيان في الدنيا بيان حكومة في العالم يطلع يقول للمجلس النواب أنا يا جماعة أنا آسف أنا هتخذ إجراءات مؤلمة جدا وما يذكرهاش واستحملوني واستحملوني وما يقولهاش ومجلس النواب يوافق عليها يوافق على هذه القرارات المؤلمة لا دا لسه يا دا الأكثر إلاما لسه لا 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 يقصد اللي إحنا فيه لا 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 النصة اللي حولك لا بيكلم على اتخاذ إجراءات لسه لم يتخذها دا أنا ما تلقشي لما يجي الألم هتقول أي كلنا هتقول أي لا قدر الله شرفتين يا أستاذ شكرا جزيلا شرفتين يا أستاذ خالد شكرا جزيلا هي في النهاية ما عندنا أشغل أن إحنا بما أن السادة النواب المحترمين وافقه على برنامج الحكومة بالأغلبية وإحنا مع الديمقراطية الأغلبية يبقى ما قدام ناجر أن ننسيب الحكومة تشتغل ونسيب المجلس النواب يرائب الحكومة وإحنا كإعلام نرائب المجلس وهو بيرائب الحكومة على الله حد يقوم بدوره متالية جات في فيلم دي الجملة دي جات في فيلم مش كده؟ طبعا فيلم إيه؟ نعم مش فاكر ده فيلم بتاعك ده مصير مسؤول ده لك مش فاكر فيلم بتاع هالي سلامة مش فاكر اسمه إيه؟ اللي هو بتاع مشروعة ده أخي أنا مشروعة أنا مشروعة مصبوط في حاجتين حصلوا نهضة بسرعة إنه أعمل حاجة كويسة وحاجة مش تمام رئيس الوزراء الحاجة الكويسة إنه لما دخل رئيس الوزراء ومعاه أسادة الوزراء قبل التصويت وقبل الكلام وقبل الكلمة مجموعة من النواب راحوا على رئيس الوزراء والوزراء عشان ياخدوا التوقعات كالعادة فرئيس الوزراء الحقيقة عمل حركة رطيفة إنه بصل الوزراء اللي معاه في الحكومة قالوا له لو سمحتوا ما تنضوش لحد دلوقتي عشان ما يبنش كأنه نوع من الاستجداء أو نوع من الرشوة أو نوع من إنه بتنضلهم عشان يصوتوا بنعم فرئيس المجلس أنا ياسف رئيس المجلس اللي قال كده قال للنواب ابعدوا عن الوزراء علشان يبقى التصويت مجرد وبعد ما تصوتوا بنعم أخدوا اللي انتوا عاوزينه منه اللطيف قال لي مش لطيف في رأيي الجملة اللي قالها رئيس الوزراء للنواب وهي جملة أكلشية انتهاء لأنها أكلشية قال لهم كده وانا حتى قريتها بطريقة أكلشاتية في المقدمة أما قال لك ننظروا لتوصياتكم باعتبارها تكليفات لنا لا معلش أنا أوقفك لا لا أوقفك هو اللي قال كده والله أيوه هو قال كده بس هو ساعدتك ده نص الدستور لا ماشي أنا مش معطلب بس هو الأداء اللي فترة اللي فاتت بتاعة التوقعات المضروبة ما يدلش على التصليح ده لا هو بيتكلم مش بيتكلم على الطلبات الخاصة هو بيتكلم على إن ملحوظات النواب تعتبر تكلفات لإن دلتزام دستوري مرة ها ملحوظات ملحوظات تقالت في البرنامج مش التأشريات لا إذا كان كده بقى حمادة ثاني خاص مش كده حمادة ثاني خاص ومش كل النواب اللي بيقفوا ومش كل النواب اللي بيقفوا ياخدوا تأشريات يعني يكون نائب أو اتنين أو ثلاثة بس أنت عدت في المجلس السيئة بتعمل لا أقل يا فتا أقل يا جدا يعني طيب على بركة الله الواحد ببعايز يروح يسلم على وزير صديقه ما بيرضاش يقوم من مطرحه نلتقي بعد الفاصل حوار اللواء رفعت كمسان والكلام موصول حقيقة له علاقة كمان بالتأسيس لوحدة من أهم الانتخابات في رأيي في تاريخ الوطن الانتخابات المحلية القادمة أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل زي ما نوهت الحراكم قبل الفاصل إنه في ضل النصوص وأحكام الدستور التي كانت تقضي بتشكيل الهائة الوطنية للانتخابات لكي تحل محل اللجنة العليا للانتخابات التي كانت تشرف على الانتخابات في مصر في الفترة السابقة وفي ظل أيضا توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتبكير بالانتخابات المحلية وأنا قلت لحضركم أنه في وجهة نظر المتوضعة من أهم الانتخابات التي ستمر بها الأمة المصرية الانتخابات المحليات لأنها الممكن تفرز بالفعل ثورة في النظام الإداري ونظام خدمة المواطنين في المحليات والمحافظات أقرت الحكومة من حيث المبدأ قانون هيئة الوطنية للانتخابات وأعلنت أنها سترسلوا إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى تقروا أنه موافق للدستور ثم ترسلوا إلى مجلس النواب لكي يناقشوا اللواء رفعت أمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات مشرفنا ودايما بنستفيد ونسعد بخبراته في التوضيح المبسط لهذه القانونية مسأخرة ستتلوا سألنا أولا بشكرك لتلبية دعوتنا لا تحتمل ثانيا كعهدنا دايما مع حضرتك حركت تقول لنا ببساطة كده أولا إيه الفرق ما بين الهيئة الوطنية للانتخابات وما بين اللجنة العليا للانتخابات التي كانت تشرف على الانتخابات في مصر ثم أهم الملامح لموجودة في القانون الذي أقرته الحكومة مصر كان فيها عدد من اللجان بتشرف على إدارة الانتخابات لجنة الانتخابات الرئاسية بتودين لانتخابات رئيسة الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات بتودين لانتخابات البرلمانية والاستفتاءات وفيه لجنة إدارية لإدارة انتخابات المحليات برئاسة وزيرة التنمية المحلية ومجموعة من ممثل بعض الوزرات العدل والداخلية والأمان العامل لحكم المحلي وده أمر يمكن مش متوافر في العديد من دول العالم أشكال الإدارة الانتخابية على مستوى العالم ثلاثة أشكال رئيسية إدارة مستقلة تماما ودي موجودة في الدول الديمقراطية العريقة زي إنجلترا وأسبانيا ورومانيا المكسيك الجنوب أفريقيا الهند دي إدارة مستقلة تماما وفي إدارات مختلطة ما بين جهات استقلالية مع جهات حكومية زي الوضع عندنا في بصر في الفترات الأخيرة وفي إدارة حكومية مطلقة زي اللي كانت عندنا برضو في مصر ما قبل 2005 قبل ما تتعد المادة 76 وتظهر لجل الانتخابية الرئاسة على المستوى الدولي كتصنيف وكتلافسية في مجال الديمقراطية بتعتبر الهيئات المستقلة دي أعلى درجات التصنيف في مجال الديمقراطية الدستور المصري كان حريص على أنه ينقل مصر لهذا المصاف وهذه المرحلة من خلال النص في ثلاث مواد 208 و 209 و 210 على إنشاء ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات تكون هيئة مستقلة تماما رعينا في التشريع بتاعها أنها تحقق المعايير الدولية اللي هي الخاصة بالاستقلالية الاستدامة الشمولية الحيدة والنزاهة والشفافية ودي ممكن نشرحها تفصيلا بعد كده الهيئة الوطنية للانتخابات هتتولى إدارة كل أنواع الانتخابات في مصر والاستفتاءات كل رئاسية برلمانية محلية استفتاءات فما فيش أي لجان المادة 228 قالت أن الانتخابات اللي تمت بتاعت الرئاسة طبعا وجبها لأن الدستور أو المصادر الأول انتخابات تجرى بعد هذا الدستور تقوم بيها لجنة انتخابات الرئاسة وأول انتخابات برلمانية تقوم بيها لجنة الوطنية للانتخابات وبعد كده اللجنتين دول ينتهي على تقول كل أموالهم وأصولهم ومستنداتهم وأوراقهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فهي هتدير إذن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة اللقابات الرئاسية كانت وفقا للأحكام الانتقالية في الدستور بالزبط المدى 228 دي في باب الأحكام الانتقالية فعلا وهي حاليا لجان تسيير أعمال يمكن اللجنة العليا للانتخابات عشان خاطر الانتخابات التكملية لظروف معينة تعتبر امتداد طبيعي للانتخابات الأصلية فدي بتأدي دورها يعني ليست بتشرف مثلا على الدائرة بتاعة زي دائرة طالخة والعبرو ديها إنما فور صدور قانون الهيئة الوطنية الانتخابات لابد أن تباشر الهيئة أي استحقاق الانتخابي في مصرية المواد دي تضمنت مجموعة من الأحكام العامة والقانون استكمل بعض الأحكام لو مسكنا المعايير الدولية الاستقلالية نص في أول سطر في المدى 208 إن الهيئة الوطنية هيئة مستقلة لا تتبع رئيسة الجمهورية ولا رئيسة الوزراء ولا رئيسة البرلمان ولا تتبع إيجا في الدولة وليها ميزانية مستقلة ضمن موازنة الدولة رقم واحد موازنة لتسيير أعمالها الإدارية والفنية وبتطلب الميزانية المطلوبة عند ممارسة أي استحقاق الانتخابي لاستفتة غير البرلمان غير الرئيسة والدولة ملزمة وفقا للدستور باعتماد هذه المبالغ المبدأ العلامي الثاني الاستدامة اللجنة العامة الانتخابات أنا أتذكر في 2010 أربع لقساء لجنة عليا اتغيروا في فترة الأجازة القضائية لأن السادة القضاء اللي بيبلغ سن التقاعد في أثناء عمل السنة القضائية اللي هي من 11 لغير 36 بيمتد امتد قانوني حتى نهاية السنة القضائية لأنه مكلب بمهام وعنده قضايا وأمور فحرصا على استقرار الحقوق ومطالب المتقاضين فبيمتد امتد قانوني إنما لو جي في السنة في في الأجازة القضائية اللي هي من 1-7 لغاية 1-10 بينفذ التقاعد في نفس اليوم فكانت اللجنة العامة الانتخابات في هذا التوقيت بتمارس انتخابات صحيح أو بتباشر استعداد الانتخابات فكان كل من يبلغ سن السبعين فيغادر اللجنة ويتعين غيره أنا أتذكر أحد رسائل اللجنة العامة الانتخابات كان قاعد 13 يوم رئيس لجنة فقط يعني 13 يوم بس واستبدل يعني هنا بقى في مبدأ عالمي هو الاستدامة الدستور نص على إن مجلس إدارة الهيئة لمدة 6 سنوات كاملة لا يتغيرون لا يتغير فيها في تجديد نصف كده بيتم للحفاظ على الاستدامة بيخدم على الاستدامة بعد مرور أول 3 سنوات بتجري قرعة ما بين أعضاء مجلس الإدارة اللي هنوضحهم عشان نصفهم ينتهي عمله وننصف يستمر فالمجموعة الجديدة اللي هتيجي هتكمل 6 سنوات واللي موجودين هتكمله 6 دلي كان بيحصل شبهه يعني في التجديد النصف في المجلس الشهور أيوة الله يفتح أنا حاس إن الحوار ده هيبقى صعب بما حضرتك الله يفنني العفو دي عشان تضمن الاستدامة وفي نفس الوقت الاستقلالية متحققة من خلال الميزانية من خلال اختيار مجلس الإدارة أيوة الدستور وضع شروط الاختيار والقانون أكملها الشروط الوضع في الدستور إنهما فيه خمس جهات وهيئات قضايا في مصر كل هيئة هتمثل باتنين كان في اللجنة العالمية للانتخابات أقدم اتنين أقدم أقدم النواب أقدم النواب لا هو قال هنا اتنين النواب بيختارهم من المجلس الخاص اه مش بالأقدمية خالص وعلى أنه يكونوا من أعضاء المجلس الخاص كويس يعني عشان المجلس الخاص يعني المجلس الخاص يختارهم ليسوا من بين أعضائه من أعضاء الهيئة ككل لأنه ليس من أعضاءه تمام القانون أكمل هذا دعم للإستقلالية والاستدامة وحتى شرط أنه يكون متبق في خدمته ست سنوات وأكثر يعني اللي أقل من ست سنوات لا يختار لأنه هيدخل لو بقيله أربع سنين خمس سنين يبقى مش هكمل المدة تحقيقة للمبدأ العالمي بالاستدامة الشمولية أن مش كل انتخابات تنظمها لجنة معينة فهي بتنظم جميع نواع الانتخابات والاستفاد الحيدة والنزاهة والشفافية متحققة من خلال نصوص الدستور والعديد من نصوص القانون منها على سبيل المثال أي قرابة للدرجة الرابعة لأي مرشح عضو مجزرة الهيئة تنحى عن ممارسة عمله في إدارة الانتخابات لحين انتهاء الانتخابات لحد الدرجة الرابعة لغاية ما تنتهي والجهاز التنفيذي نفس الوضع يعني برغم أن مجلس الإدارة هو المهم على كل الأمور إنما أيضا الجهاز التنفيذي تطبق عليه هذا بالإضافة بقى إقرار الزمة مالية عند استلام العمل وكل عام دوريا والعديد من الضوابط عدم الانتماء لأي فصيل سياسي أو حزبي أو اتلاف كل هذه تضمن الحيدة والنزاهة والشفافية والاستدامة بالإضافة إلى خضوع قرارات الهيئة للدخابة القضاء وهو دي الجهة الوحيدة اللي لقى الحق في رقابة أعمال الهيئة قراراتها فقط قراراتها النهائية مش أعمالها الإدارية والفنية والتنظيمية لا قراراتها الخاصة بالانتخابات والنتائج اللي هي أعمال النتائجة بالزبط بتاخد على رقابة محكمة الإدارية العليا في حالة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتئات والقضاء الإداري مختص بما يتعلق بالمحليات إذن هنا مش سيدة قرارها لا بتدي قرار وبيخضع لرقابة القضاء ولكن سيدة قرارها في إدارة شؤونها المالية والفنية والتنظيمية والإدارية طيب هي فكرة إنها أحكمها أو نتائجها أو إعلان النتائج قضع لرقابة القضاء دي ميزة واللعيب حضرتك تتذكر أيام انتخابات الرئاسة لما اللجنة انتخابات الرئاسية اتعدل في قانونها بما يقضي بتحصين قراراتها أيوة وكانت دي محل جدل يعني جدل شديد في حينه وما بين أن هل هي جهة قضائية قراراتها محصنة واللي هي تكوين قضائي بيقوم بعمل إداري وتخضع لرقابة القضاء لمصلحة المرشحين والناخبين ولمصلحة رهية أن تخضع قراراتها النهائية المتعلقة بالنتائج أو أي أمور خاصة بالعملية الانتخابية إلى رقابة القضاء مش دا بيعمل حالة من حالات البلبلة شوية سيدة المسار إلى حد ما يعطل إلى حد ما النتائج يعطل النتائج ويعمل أن أنا أعلى النتائج والفائز يعتبر نفسه فائز والخاسر يعتبر نفسه خاسر وبعد أن تقدم الطعون ويحصل تقاضي ويحصل بعد ثلاثة أربعة شهر نفاجأ أنه يقول لك لا تعاد الانتخابات في دايرة كذا أو لا دا فلان فائز وفلان ناجح فنطلب الأمور رأسنا على العقل مبدئيا إقرار الحق بشكل سليم هو المفضم على كل شيء طبعا الدستور بقى عالج الملحوظة حدثك دي لها ثلاثة أربعة شهور أيوة قال وعلى أن ينظر في هذه الطعون على وجه السرعة في موعد أقصى عشر تيام تقديم الطعن خلال 48 ساعة فقط وعلى أن يبت فيه خلال عشر تيام دا في الدستور يعني المحكمة هتبت فيه في عشر تيام دا في الدستور يعني ليس هنا موعد تنظيمي نقول القانون دا موعد من النظام العام موعد تنظيمي لا دا موعد ألزامي دستوري دستوري ألزامي بالدستور فلابد خلال عشر تيام طب كان لوجهة النظر الأخرى ما الضرر أنه كانت تقدم التعون والتظلمات لللجنة نفسها وتبحثها غلال أسبوع وعشر تيام وترد عليها طالما أنه كامل الثقة موجود في اللجنة أو في الهيئة باقي قرارات اللجنة باقي قرارات الجوانب الخاصة بالانتخابات زي التقدم للترشح الاعتراض على مرشح حاسف اسمه مرشح فارز اللجان الفرعية فيه آليات يعني فيه لجان بتفحص موضوع المرشحين وفيه آليات خاصة باللجنة الفرعية يطعن أمام اللجنة العامة واللجنة العامة يطعن أمام اللجنة اللي هي المجلس إدارة الهيئة حالية اللي بيقوم مقام اللجنة العامة الانتخابات وهكذا إنما الجزئية الأخيرة دي خاصة بقرارات الهيئة قرارات الهيئة اللي هي الأخيرة بقى لابد أن يكون عليها تعقيب ومتابعة وترشح لكن ده بيعطي الحق لأصحابه مزيد من الضمانات بس شرط إلزامي بالدستور خلال عشرة أيات عشان ما تعملش البلبلة بتاعي الثلاثة عوض الشهر ويسقط مقاعد والتقديم خلال 48 ساعة فقط فقط وبأدلة طبعا وبأسانين ولازم طبعا والمحكمة تقدر تقرر القبول شكلي أو رفض شكلي وهكذا طيب واحدة من المشاكل أو الأسباب اللي كان بتعمل صداع مزمن دايما في رأس اللجنة العقل للانتخابات بتاع الانتخابات البرلمانية هي فكرة أو حتى الانتخابات الرئاسية أو فكرة تسجيل بيانات الناخبين الهيئة صلاحياتها إيه وحتعمل إيه في هذه القصة لأنها الحقيقة قصة طول الوقت مش بتشككنا في سلامة العملية لكن بتعمل طول الوقت شكوك تمام سؤال حدك في محله تماما وعشان كده المادة 208 في الدستور أول سطرة قالت إنشاء هيئة وطنية الانتخابات مستقلة تتولى كل جوانب عملية الانتخابية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبية وقاعدت تسرد المادة دي الاختصاصات بتاعة الهيئة الوطنية الانتخابات والانفاق الانتخابي وقابل أوراق الترشح وحتى إعلان النتائج يعني جعلت الخطوة الأولى والاختصاص الأول للهيئة الوطنية الانتخابات إعداد قاعدة بيانات الناخبية كان قبل كده بتتاخد القاعدة من قاعدة رقم القامي في وزارة الداخلية بتروح التنمية الإدارية تتعامل معها تعامل فني ثم اللجنة العلية عليها إشراف هناك فارق بين الإشراف وبين الإعداد هنا شريك أساسي في الإعداد الإعداد ده أننا مسؤولية كاملة عن البيانات دي وتنقيتها وإزالة الوفيات التحديث والتنقية وإحنا بدرنا من بدري وتعقدنا على أحدث سيرفرات على مستوى العالم لأن كان قبل كده القاعدة في وزارة الداخلية بتروح التنمية الإدارية وكنا بنستأجر أماكن في القرية الزكية وشركات خاصة عشان الاستعلام حيث تعالف عندنا بننفرد بإسلوف الاستعلام من خلال الرسائل الصوتية أو الـ SMS أو اتصالات تليفونية وبنتأجر أماكن عند شركات عشان تدير هذه المنظومة كل ده تلغى هتبقى الهيئة الوطنية الانتخابات لديها جهاز فني متكامل والسيرفرات جبناها يعني لاجنة فنية متخصصة وسفرة اليابان وكوبنهاجن في الدنمارك وبتنصيق على مستوى دولي ومرعاة الاعتبارات الأمن القومي والأجهزة وصلت فعلا مصر ومودع في مكان أمين حتى تتسلم الهيئة الوطنية وتباشر إدخال المعلومات كاملة والبيانات كاملة بداخلها وناس من التابعين للهيئة هم اللي هيدوروها بكل جوانبها إدخالا وتحديثا وإخراجا واستعلاما وحفظا وحفظا طيب النقطة التانية المتعلقة بفكرة الهيئة الوطنية للانتخابات متعلقة بالانتخابات المقبلة اللي عليها مصر اللي هي انتخابات المحلية القادمة وهي الحقيقة انتخابات أنا في رأيي أنها الأصعب يعني مش عايزة أقل طبعا انتخابات رئاسية والبرلمانية لكن الانتخابات الأهم والأصعب هي انتخابات المحلية هل كان صح أنها تشرف عليها لأنها بالنسبة لي في رأيي محتاجة درائع خاصة وإلمام خاص وحباك قلت أن القصة هنا بتبقى لها علاقة بوزارات متدخلة في الموضوع زي زورة التنمية المحلية وبعض الوزارات الأخرى هل هذا هو الاختبار الأمثل لها الاختبار الأول أن يكون الأمثل هو انتخابات المحلية انتخابات المجالس المحلية في مصر من 2002 لغاية اليوم لم تجرى إلا مرة واحدة فقط أيوة صح لأن من 2002 كانت الفروض تجرى في 2006 2006 بعد انتخابات الرئاسة في 2005 وكانت الدولة داخلة على تجديد نصف المجلس الشورى ومجلس الشعب ومرحلة جديدة من الرئاسة الأخرى وهكذا صدر قرار بقانون بإرجاءها المدة عامين أو مادة عامل المجالس عامين تمام فأجرية في 2008 كليس فهي من 2002 إلى 2008 الجيل اللي أجرى في 2002 لم يكن موجودا في 2008 أنا عصرت انتخابات 2008 محليات وكان المفروض تجرى في 2012 حدثت حدث يناير 2011 ومرحلة التحول الديمقراطي في حينه فلم تجرى انتخابات المحليات ووقف العمل بيها صحيح فهتجرى في 2016 أو نهاية عام 2016 من عام 2008 فمنذ 8 سنوات لم تجرى فيها انتخابات فلفي لجمه نحن عندنا بكم استحقاق انتخابي خلال السنوات اللي فاتت يعني أكتر من عشرة يمكن احنا عندنا حوالي عن 18-20 استحقاق لأن حاك لما تبسك البرلمان يعني احنا كان عندنا مرحلتين كل مرحلة فيها أول وإعادة الإعادة كان بتبعي بنسبة 99% والمرحلة الواحدة فيها 27 مليون ناخب قد المنطقة العربية كلها كناخبين صحيح نقدر نقول لازم تستمر عشان كذا لا هي الهيئة بما لها من صلاحيات وإمكانات دستورية وقانونية ومؤكد أن هي تستعين بالكوادر والخبرات والأجهزة اللي في الدولة اللي هي قد تفيد في هذا الأمر ودول دس كبار شيوخ القضاء وكبار رجال القضاء وبي طبعوا قانون مزبور فقداموا قانون هيطبق القانون مع الحيادية مع الاستقلالية مع النزاهة مع الحيدة مع النصوص أعتقد أنها هتخرج إن شاء الله انتخابات على مستوى متميز هدك ما قلت لناش الجهات اللي بتكون الهيئة الهيئة فيها مجلس إدارة فيها جهاز تنفيذي ودول الكيانين اللي نص تعليم المادة 299 في الدستور مجلس الإدارة مكون من عشرة اتنين من كل جهة وهي قضاية محكمة النقد محاكم الاستقناء رأسها محاكم الاستقناف مجلس الدولة هيئة النيابة الإدارية هيئة قضاية الدولة كل واحدة منها اتنين ليسوا أقدم اتنين لما هم ايه اتنين من النواب وفقا للدستور والقانون بقى مع بعض اتنين من النواب ليسوا من أعضاء المجلس الخاص تمام متبقي في خدمته وربنا يديهم جميعا طولة العمر أكتر من ستة سنوات على دخل أه فدي شروط كويش وليسوا من أعضاء المجلس الخاص لهذه اليوم ممتاز ده مجلس الإدارة أربع شروط رئيسية ده مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي أيوة بيتكون من رئيس الجهاز أو مدير تنفيذي وما هو عدد من النواب بيحددوا مجلس الإدارة ومجموعة من العاملين وفق الهيكل التنظيمي اللي هيعد في هذا الشأن الهيكل ممكن نضم إدارات عديدة بقى لقاعدة بيانات الناخبين للإعلام والعلاقات للمنظمات المجتمع المدني صحيح للمرشحين للترشح للناخبين للإعلام لكل هذه الجوانب هيعد هيكل تنظيمي بمعارفة مجلس الإدارة وهو اللي هيختار المدير التنفيذي ونوابه مدة الرئيس هنا المدير التنفيذي ونوابه أربع سنوات قبل للتجديد لمرة واحدة فقط وإذا تصادف وجود انتخابات أو استفتاء في فترة انتهاء عمل الرئيس والنواب من الممكن يكملوا مدته مد فترة عشان يغطي يغطي بحد أقصى سنة بحد أقصى سنة طيب يعني أنا شايف إن هم راعوا كل فيه ضوابط مشروع هذا المشروع القانون ده 32 مدة وأربع مواد انتقالية معد وفق أقصى ما تطبقه كبرى ديمقراطيات العالم أنا سفرت 14 دولة في العالم وتعرفت على تجاربها الانتخابية والتحول الديمقراطي فيها وكافية وترجمناها والهيكل التنظيمية بتاعتها جبناها وترجمناها جنوب أفريقيا المكسيك فيها حاجة صحيح الهند رومانيا أسبانيا تشيلي إنجلترا بدءا من 2011 وحتى اليوم هذه الهيئة ستبدأ مهم عملها رسميا بعد أن يناقش القانون مجلس النواب ويقر السيد رئيس الجمهورية فور توقيع القانون ونشره في الجريدة الرسمية الهيئة المتواجدة هيباليها المقر اللائم واللائق ليها والملائم هيباليها ميزانيتها المستقلة هتبدأ في ممارسة عملها بتشكيل الجهاز التنفيذي وإعداد الهيكل التنظيمي وتستعد الانتخابات المجالس المحلية ونتمنى لها كل توفيق لأن هذه الهيئة هتساهم بشكل فعال في رفع تصنيف مصر التنفسي في مجال العمل الديمقراطي ودعم الديمقراطية في العالم درجات كبيرة كده ممتاز أخيرا هل موضوع في الحسبان أنه ربما بعد تشكيل الهيئة وإقرار المجلس النواب واستلام عملها وإدارتها الأول عملية التنخابية أو تاني يطلع بعض الملحوظات بعض السلبيات يمكن تعديلها ولا خلاص إحنا أمام يعني هيئة بقانون لا بد أن نلتزم بها لا أطلاقا أي شوف حاجة أي تشريع بصفة عامة وبرضو ده من الحاجات التي تعلمتها في المستوى الدولي يقاس مدى نجاح أي تشريع بمدى رضا الأطراف المتعاملة معها أو المستفيدة منه بي القانون ما بيطلعش عشان يعاقب فقط القانون بينظم الحياة بيسير العمل بيقضي مصالح العباد فكل محاذر ده قوانين الانتخابات فيها أطراف عديدة الناخبين المرشحين الإدارة الانتخابية أضيف لها في مصر عندنا كيانين في غاية الأهمية الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مظبوط الإعلام ليه دور في منتقى الأهمية كاشف منير مضيء معاون منظمات المجتمع المدني نفس الدور إلى حد ما فيما يخصها الأطراف دي كلها لما القانون يتوافق مع متطلباتها وأهدفها ويحوز على نسبة رضا عام عندهم هيبقى قانون ناجح إذا تعارض مع بعض هذه الفئات كأناخبين كمرشحين كإدارة انتخابية كإعلام كمنظمات مجتمع مدني من الممكن البرلمان موجود وهيبدأ يمارس عمله إن شاء الله بشكل نتمنى إن شاء الله إنه هو يحقق طموحاتنا جميعا لأنه برلمان غير مسبوك غير مسبوك في كل الأحقاب الأخيرة في مصر من العديد من الأوجه يعني ممتاز فأنا أتمنى إنه هو يمارس دوره إن شاء الله في هذا المجال ستليو أنا بشكرك شكرا جزيلا أولا بشكرك تربية الدعوة ستليو أنا بشكرك على المجهود الكبير أنا متأكد أن حراك أسهمت مع زملاء في هذا الخانون وأتمنى إنه الهيئة الجديدة دي فعلا تقدم خدمة انتخابية محترمة للمواطن مصري وكمان تضيف إلى سمعة مصر الديمقراطية في مجال العمل السياسي في مستوى العالم شكرا جزيلا حضر شكرا جزيلا يا فن بشكر حضراتكم خلصت حلقتنا النهاردة بكرة حلقة جديدة من الحياة اليوم أشوفكم على ألف خير